فريق لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن في مهمة رسمية لاستقصاء واقع انتهاكات حقوق الإنسان مصادر رسمية قالت لقناة بلقيس إن مسؤولين في وزارة حقوق الإنسان استقبلوا الفريق الذي سينتقل إلى صنعاء في معرض لقاءاتهم مع كافة أطراف النزاع في البلاد إذن هي مهمة إنسانية كما يبدو لكنها أيضا لا تخلو من البعد السياسي والعسكري بل هي في صلبه ليبقى السؤال الآن هل لدى الشرعية والمنظمات الإنسانية من الوثائق والرصد ما يمكن فريق الخبراء من الوقوف بالصورة المطلوبة على الوضع الإنسان الكارثي الذي خلفته حرب الميليشيا أم أنها ستكتفي بالنواحي الذي لا يسمن ولا يغني مع لجنة كهذه تعتمد في عملها على وثائق وأرقام وشهادات مثبتة ثم إن ما ستخلص إليه اللجنة هل سيكون له التأثير المطلوب على مسار الأزمة في اليمن أم الخلاصة ستكون شرحا وتوصيفا للحالة الإنسانية التي لا تخفى على أحد وستمر كغيرها من التقارير التي لم تنل من اهتمام المجتمع الدولي سوى الإعلان قبل أن يغلق عليها في إحدى أدراج المنظمة الأممية أو تتحول إلى أداة يستجدى بها مزيد من الدعم الذي لن يقف حائلا أمام تفاقم مأساة اليمنيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة